مناف ديمقراطي خيم على الساحة اليمنية في كل الاتجاهات ولعل أبرز ثمار هذا التوجه هو مبدأ الحوار والذي أرسد عائمه فخامة رئيس الجمهورية منذ العام 1978 وترسخ منذ إعادة تحقيق الوحدة الخالدة حيث مثل الحوار الخيار الأول في تسوية كافة الخلافات الحزبية وغيرها بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وتجسد هذا المنهاج عبر جولات ومحطات حوارية عدة لعل أبرزها اتفاق عام 2006 ثم جولة الحوار الأخيرة التي دعا إليها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتم التوقيع بموجبها على اتفاق الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وذلك في السابع عشر من يوليو 2010 امتدادا لاتفاق فبراير 2009 والذي على ضوءه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف الأعمال السياسي ترجمة نانسي قنقر